برلين، باريس، روما، ولندن عواصم تحاصرها التظاهرات بسبب الغلاء وارتفاع كلفة السلع الأساسية والخدمات في شتاء يبدو أنه سيكون أكثر سخونة برغم تراجع التدفئة عن معظم المواطنين بسبب خطط التقشف التي فرضتها الحكومات الغربية هنا لندن حيث أصبح مشهاداً معتاداً أن تخرج صباحاً فلا تجد القطار الذي اعتدت أن يقلك إلى مقر عملك إن كنت غير منخرط في دعوة الإضراب لهذا اليوم فسلسلة الإضرابات التي تشهدها بريطانيا وتؤرق الحكومة تضاعفت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وبعد أن عانى البريطانيون من أزمة كورونا التي تركت ندوباً غائرة على جسد الاقتصاد البريطاني ما جعل رئيس وزرائها الأسبق بوريس جونسون يستقيل خلفته ليستراس التي لم تستطع هي الأخرى أن تقدم ما يخفف من وطأة هذه الأزمة على الشارع البريطاني والآن تضع مستقبل ريش سوناك على المحك إضربات عمال السكك الحريرية في المملكة المتحدة كرمز وصت حركات اجتماعية تاريخية بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار يثير قلق سوناك وحكومته لا سيما أنه من المتوقع أن تبلغ الاحتجاجات ذروتها بانضمام قطاعات عمالية واجتماعية كبيرة كعناصر الأمن في قطارات يوروستار التي تسير رحلات إلى أوروبا ما قد يحرك عمالها وفق نظرية الأواني المستطرقة الإضربات شملت أيضاً عناصر حرس الحدود الذين يكشفون على جوازات السفر في المطارات والعاملين بقطاع الصحة قطاعات تعاني ما يعانيه عمال السكك الحريرية في واحدة من أكبر موجات الاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا ارتفاع الأسعار وزيادة نسب البطالة دفعت المضربين والمتظاهرين إلى تركيز مطالبهم على زيادة الأجور في مواجهة تضخم تخطى أحد عشر بالمئة مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة فعلى الحكومة أن تضع الحلول وللمحتجين أن يرفضوا المطالب المرفوعة من المحتجين أدت لتدني شعبية سوناك في استطلاعات الرأي وربما لن تحمل أعياد الميلاد التي يحتفل بها البريطانيون ما يرضي رئيس الوزراء وحكومته مرحباً كنتم سعيداً يش Jeremiah